لليوم الثاني على التوالي سجلت جائحة كورونا في الأردن حصيلة إصابات تجاوزت الألف إصابة وفي التفاصيل أظهر الإيجاز اليومي لوزارة الصحة أن الأردن سجل اليوم ستة وفيات وألفا وإحدى وستين إصابة جديدة ومع إجراء أكثر من تسعة وعشرين ألف فحص مخبري بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية ثلاثة ونصفا في المئة مقارنة مع ثلاثة وسبعة في المئة يوم أمس عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاجة في المستشفيات يبلغ حاليا 545 حالة فيما وصل المجموع التراكمي للحالات النشطة إلى نحو 12 ألف حالة وفي حصيلة برنامج التطعيم الوطني وصل عدد المسجلين على المنصة حتى الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وثمانين ألف شخص وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح حاجزت ثلاثة ملايين شخص ترجمة نانسي قنقر